نصكره علمية يا جماعة قبل ما نبدو نستمره فهمتوا لقطة السؤال اللي سألتها إنك كونك انت ميليناتد فانتقال السيارة العصبي عندك بالسلطات الميكانزم بينما في ميليناتد تمام من وين يطلعوا؟ من وين يطلعوا؟ طبعاً هناك تقسيمة رقمية نوع الأعصاب واحد النوع الأعصاب الثنين ثلاثة أربعة لا تقريباً ثمانية أو سبعة لا تتعقدش عليهم لا تخذش عليهم في الفيسيولوجيليسي لذلك كذلك لو بجي تشبه حوال النيرف والأورجين بتاعه ما تحفظه مش لكن يعطيك كلو لا تنسجل ولا اه تمام اه يختار هذا السؤال السؤال به السؤال اللي هو اسألته كيف ينتقل التيار العصبي في النوع اي والنوع سي من الجزء الاي او حتى ن geehrتها معهم طالما متفرج على بحضر اللى م الحالة الذي وصل له أيها وحضرت امس ان شاء الله ان شاء الله توصلك المعلومة ولا سألينا في القرب باهين اشتاز علي مني ولا حاجة شو شوفوا المعلومة المعلومة الراقية شوية واللي صق علي هالبناس اغلب اعصاب جسم الانسان هي من نوع شني من نوع سي علش قالك تاخد في مساحه اقل علش تاخد في مساحه اقل بالمنطق لان قلنا عليها هديك الكلمة علش جسم نفسطه سي اكتر شيء لانه غير مالي حلوة غير مالي نتت لانه غير مغلف فحجمه اقل لانه يشوف جسم كيف لا يبخيل بالله عليك احفظ لي سي بانو تمبرتشر بانو تمبرتشر ضروري تحفظها كلمة بانو تمبرتشر ضروري جدا جدا لاننا جسمنا نخدره فيه عن طريق تسكيرنا باللوكال انستاتيكس للعصاب سي اللهم اني قلتها اني ما بيش نقود نعود الكلام باش تقعد تحتها اكتب معايف مذكرة اكتبها على الشيت ولا ادير اي شيء اكتر اعصاب سي علش انها مالي ناتد البين والتمبرتشر وين في سي معاي با فيه تقسيمه للأعصاب بناء على استراكترون تاحهم وهذا كلام فيسيو فيه خلايا يوني بولر شما انها يوني بولر؟ يعني هذا السومة تعفو السومة شنهية؟ والآكزون الآكزون طالع من جهة واحدة بس يوني بولر عندها افرنت نيورون واحد بس تمت الباي بولر بسيطة الباي بولر يعني سومة وآكزون وآكزون من جهة الثانية وهذا عادة تعطت البصر تعطت البصر اليوني بولر عادة تعطت الافرنت لما طلعت من ما اسمه؟ من الانتيريور هورن المالتي بولر هذا مجمعة الهورن معاي الالفة نيورون اللي هما شيني المالتي بولر لما هكا عندها اكثر هذا سؤال جانا دكتور نعم؟ هذا سؤال جانا في الانتيريور انواع على حسب السيطة بالضبط بالضبط بناء على ستركتور متاحهم زي ما قلت لك في يوني بولر هادم عادة مالتي بولر ايه الافرنت الافرنت اما هما اللي جايات بوستيريور اللي جايات بوستيريور عادة ننوحهم يوني اللي قدام نوحهم مالتي مالتي بولر ايه والباي بولر هادم تلقاهم في العين في الفيجوال باثوي هاد اللي تساعدوا على حركة العين والله اسمعي يا موني اكتبي لي يا اسيستي اكتبي اكتبي لاياتك مش كان اسمعناك هره بنقود ديما يتنتك مش مساعد بهاي هاي تعالوا معي جامعة تعالوا معي معلش يا معلش هاي دعنا نعودهم اخر مرة اليوني بولر اليوني بولر هادم في الافرنت الباي بولر هادم عادة في الفيجن باثوي المالتي بولر الفنترال هور ان شاء الله تكون شيني واضحة اليكم بناء على الفنكشن والله والله لا تعرفوا الكلام الاعصاب ممكن تكون افرنت ممكن تكون افرنت ممكن تكون افرنت جديد عليكم الكلام اولا قديم يا جماعة الاعصاب ممكن تكون افرنت بهي افرنت معناه هي حاملة عادة من سنسوري يعني جاية من سنسوري ريسوبتور مثلا هنا في بين او تمبريتشر او بريشر وش موضوعك فكر ان انا شيني اني اني اناق حامل احساس ورافع هذا نسموه افرنت المدرسل متاحها دورسل روت جنجليا دورسل شي جديد علينا بينما افرنت ممكن تكون افرنت والافرنت تبعت من السي ان اس الى اورجان واما سوماتيك او اوتونومك لان السوماتيك من وين بيطلع؟ بيطلع من الفنترل والاوتونومك بيطلع من اللاترل والاوتونومك السوماتيك بيغدي موتر سكيلتال مصل عضلة ارادية في الفنترل بينما الاوتونوميك نغدي سموت مصل او كاردياك مصل او جلانس هذا الموتر بتاعنا اللاترل وفي حاجة انترنيورون انترنيورون هذا تسعة تسعين في المية من اعصاب جسمنا تخيل انترنيورون هم اللي يبعد من الانتيريور من البستيريور الى انتيريور او من البستيريور الى اللاتر هاده من اللي يفكروا هاده من اللي يديروا في البروسس هاده من اللي كل هاده جهاز العصب متاعنا انترنيورون انترنيورون هما يا جماعة داخل الانترنيورون هاده جديد عليك المصطلح هوا انترنيورون داخل الانترنيورون وهاده من انفستيجيت فونكشن او طيب او طيب او طيب او طيب او اي شئ اي شئ هاده من اللي لو كل ما يزيدوا كل ما احسن كل ما يكون عندي تواصل عصبي معزز بين او بعضا نسبتهم 9% من نيورونات جسمي واضحة؟ قولوا لي واضحة حتيكم يقول لي انه واضحة اه تمام تمام ممتاز في حاجة توا اسمها ميكسد نيرفز شو معناها ميكسد نيرفز يعني لو جيه مثلا عصب في جسم الإنسان هذا عصبه تجيد قصه وتشبح الأجزونات اللي فاسطه حتلقى حتلقى أشكال وأنواع ايش اوتونوميك ايش من نوع ايه ايش من نوع سي يبدأ العصب ماشي كابينة ضيق ماشي ومتوزع بقوة مختلفة على شن اسمها على أماكن مختلفة في الجسم طالع من مركز واحد اللقطة هي أممية جماعة تشوفوا فيها تشوفوا فيها معلاش الجهة هي لاحظ إنه هذا عصب لاحظ هذا عصب شن فاسطة فاسطة أفرنت وفاسطة أفرنت أوتونوميك وفاسطة أفرنت فاسطة أفرنت بسمة اللي جدت يا الله مندري أهلا وسهلا نقبل وخلاص أنا لا نركز على أساني فيا جماعة ركزوا معي ركزوا معي تغروا نورك يا حبي وتمسوا في بعضكم تقلوني تعالوا معي إذن المكسد نيرف أغلب النيرفات هي مكسد ما معناها المكسد؟ يعني طالعة من العصب من البريفرال العصب الطرفية مصنوعة من هذه الأجزون الأجزون في نفس العصب تلك الأجزونات مختلفة في الديامتر وسرعة التوصيل والتريشولت والاكشو يعني من الأخير العصاب مختلفة بينها وبين بعضها معاي معاي يا جماعة يا مونة يا مونة توا الأمور طائبة مفروض يبدأ شنه يبدأ في معادلة جبرية باي باش نحسبو سرعة التوصيل في العصب الطرفي مش لينا طبعا معادلة جو قداش عندها أوتونومة قداش عندها سمتك شموضوا أنا بح في نقطة مهمة أو نقطة مهمة باي إن النيربس عندها خاصيتين مقارنة بالسنجل أجزا يعني لو نجيب مقارن عصب ميكسد مع واحد سنجل كذلك كنا نقروا فيه سنلاحظ إن العصب الكبير ما يخدش الال معناها يعني عندي نيرفات صغيرة تتأثر بأكثر بأقل تحفيز وعندي نيرفات لأ شديدة القوة فهل من المنطق إن عصب مخلط تقول لأ لا علاش إنه متكون من مختلفة في التريشولد ما تنساش التريشولد العصب الغليط يختلف على التريشولد العصب الرقيق كسرعة كقوة ككل شيء معي أظن إنه واضح فالسب التريشولد والتريشولد 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 سيؤدي لك إلى التريشولد للنوع مختلفة فهي شوف معي السب التريشولد ونو رسبونس لكن عندما توصل للتريشولد التريشولد بعض الأكزونات اللي عندها لأتريشولد حتخدم فهي لما تزيد تقوي التريشولد سيصيرها التريشولد الماكسيمول لما تحفز كل الأكزونات عن طريق إني قوات الالكتريك رسبونس إلى الماكسيمم بالأول أعطيت عشرة أعطيت عشرة ميلي فولت ولا عصب في النار وتحفز زدتها إلى ثلاثين بعضهم بدون يتحفزوا اللي عندهم له تريشولد علات التريشولد أكتر أو علات الضيء أكتر مثلا وصلت إلى خمسين أو سبعين لقيت العصب كله شيني تحفز ونسميها ماكسيمم رسبونس سوبرا ماكسيمم وصلت إلى مية أو مية وعشرين ميلي فولت مفيش زيادة لأن كل الرفات تحفزوا كمين يا جماعة واخد عصب مخلط قوت في الأول عشرين ميلي فولت مافيش ولا عصب تحفز هات نسميها سب تريشولد زدت من العشرين زدتها إلى خمسين بعض الرفات تحفزوا وصلت للسبعين كلها تحفز هات نسميه ماكسيمم رسبونس وصلت الميلي فولتات إلى مية يسميها سوبرا ماكسيمم هل تغير الريسبونس؟ لا الكلام هوا يشبه اللي كنا نقوله فيه فوق على السينجل نير لقطة سوبرا نورمال سب تريشولد تريشولد وغيره حد تفهم؟ أتمنى أنكم تكون مفاهمين أتمنى الريكاردة بيكس مش موضوعك مش موضوعك باي اللقطة هي شوفوا جاي جماعة لما تبدأ أنت تقوي في الضي الريسبونسات تختلف عصاب تتاكتف وعصاب لا عصاب تتاكتف وعصاب لا الفكرة أن الأول واللي بيتحفز هو شني هو اللي يعني أنا حاط جهاز تيار كهربائي وبدأت نقوي في الضي بشوية فيه عصاب ببدأت تدير فايرنج فيه عصاب لا وكل ما نقوي في الضي كل ما تجيني استجابات من أعصاب أبطأ في النقل أو أعصاب شني أسرع شن معناها هي الكلمة شوف جاي تخيل معي تخيل معي أنا وصلت لك أو هذا هذا أكزون فسطها البنيرفات فسطها البنيرفات وحاطت هنا هنا هي جهاز قراءة جهاز قراءة جهاز قراءة بهي ويفترض أن مثلا هذه هدم أرقام وهذا جهاز قراءة كل ما يجيني عصب يشارين أنا حن حنتحرك معي هكي تمنى أن تكونوا معي بح ولعت النيرف من هنا حطيت تيار كهربائي وشحنته شحنته بشوحنة قوية لاحظت إن الأكشن عندها ملتبل بيكس شمعنها ملتبل بيكس جايكة طق 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 علاش علاش لإن الأعصاب اتفقنا إنه مش كلها عندها نفس العم الغلط مش كلها عندها نفس السرعة صح ولا فلي سريع بيوصل للأول ثم الأبطأ ثم الأول الأبطأ معاي أبطأ هذه العم الغلطة ثم الأبطأ أو الأبطأ أتمنى أن تكون ماذا؟ واضح لكم يا جماعة هذا يعني عبارة عن نين نتكلم بكلام منطقي جماعة كهربائية لو يسمعونها جماعة كهربائية ياضحكم هذا هو الطاب ما معلومات يعني معقدة للعقل البسيط يعني نحن عقلنا بسيط كهربائيا علي ندى بسمة لجماعة كلكم أموركم تمام لتوا كيف تفهم منها يا؟ أنه راهو فيه multiple peaks الـ action potential في العصب الميكسد علاش لأنه فيه variety في velocity of conduction فيه تنوع في سرعة النبض أو نقل التيار الكهربائي لهذا كل الـ fibers are stimulated لما يتحفزوا كل الـ fibers when all fibers are stimulated activity متع الأسرع ويتوصل قبل الأبطأ فتبدأ شيني؟ عبارة عن قمة تمنى أن تكون واضحة هكي هكي ونكونوا كمنا نص الشابتر ماذا نص الشابتر؟ نيرف تم هيا ترى ما علي الشيء؟ احسبوا لي كماذا صفحة ما زالت ماذا نصفحة؟ 2 3 4 5 6 هيا أخير ما يبدأ الآن انا مش خيارها لم تتخمد لكن عموما احد يقول لي كمازالنا صفحة انا انا اجدوها جاء و 36 او جاء و 36 او بحر مي داش تخلي انا صفحة اليوم متقدش جاء و 36 مش عارف مش عارف تبو هذا انا نسكر اهي لحظة بس. لحظة. ما عدا بايو كيمستري لحظة. المصدر. المصدر. نريد التقليد. أول شيء يا شماعة. ما نريكم بجزئة المصدر؟ المصدر بصفة عامة. المترجم للقناة تقريبا لو جيت لمهم لكلام المهم سيطلع لك جاءوا خمسة وعشرين صفحك نحن اليوم محضرتنا تعتبر تمت تبت معي النير تبت معي النير باش خضوة ناخد وشوط مليح في العضلة وكلة تعرفوا والله هتلقى روح بتعرف كلها بسيط جدا يمكن ناخد وناخده قريب تلت للمنهج ما عاش ما زالنا هلبة فلو حد عند استفسار توا يسئل او يقول لكن احنا نكملنا المحاضرة احنا اليوم قداش اخدينا صفحة بالظباط واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة قريب خمسة ونص او ستة ونص او ستة ونص اهي سعدكم سعدكم الحق لان غضوة اللي بنفتح موضوع جديد وشابثر جديد وإلى ذلك الوقت نلقاكم على الخير تمام جماعة لاضحة لا؟ ايه عشان دي بنزيد سلام عليكم سلام عليكم صفحة الخير